تواصل وحدات من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني عملية فتح الطرقات والمسالك بولاية شرق البلاد التي غطتها ثلوج الكتيفة مع تقديم يد المساعدة لمواطنية المناطق المتضررة جراء سوء الأحوال الجوية من خلال تزويدهم بالمؤون والمساعدات الطبية والإيواء وقد تدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي مدعمة بكاسحة لثلوج وعدة فصائل من الأفراد مستعملين الأدوات والوسائل الفردية إثر الإصدرابات الجوية التي مست على وجه الخصوص شرق البلاد